السلام عليكم ورجع لكم مجده جديد وهل مرة لدينا هذا الكيس اللي تشوفوه امامكم هذا الكيس طبعا ديل من الانسبايرون عبارة عن كيس سيستم من شركة ديل ابو محل اثناء ربطه للس اس دي قال ربطت الس اس دي عليه هذا الكيس واثناء محالك التشغيل طلع من عنده دخان فبما النوقات طلع من عنده دخان فلقيت نظرة على البورد وشفت انه هذا الاي سي اللي تشوفوه امامكم محترق فقمت بالبحث بموديل البورد على اه طبعا سكماتيك للماذر بورد وفعلا لقيت سكماتيك طبعا راح اترك لك موديل البورد على الشاشة راح يضر امامك بالبحث على الاسكماتيك لهذا البورد لقيت البورد ولقيت هذا الاي سي اللي هو الرمز مال تايو سبعة وخمسين مثل ما اشوفوه امامكم طبعا خلينا نروح للاسكماتيك هذا الديل اللي هو ثلاثة الاف وستمائة وخمسين وثلاثة الاف ومائة ومائة ومئة وخمسين نفس السكماتيك طبعا من تبحث باليو سبعة وخمسين راح يشوف انه هذا الاي سي وضيفته ياخذ فولتيات من طرف ويعطي فولتيات من طرف اخر مثل ما يشوفون هنا Volt In و Volt In و Volt Out و Volt Out طبعاً عندك هنا إشارة تنشيط أيضاً تجي على هاي الأرجل الرجل رقم ثلاثة عليها إشارة تنشيط والرجل رقم أربعة عليها إشارة وذرعاً الخمسة عليها إشارة تنشيط فطبعاً عمل IC بسيط ومثل ما يشوفون هنا نزلنا أيضاً ال Data Sheet الخاصة بال IC ومثل ما يشوفون الرجل رقم واحد Volt In الرقم الثين Volt In عندك هنا On عندك هنا VBase عندك هنا On Volt In Volt Out يعني اللي راح يهمنا بعد ما ننزع ال IC المحترق حتى نقوم باستبداله إنه إشارات التنشيط تكون سليمة ويكون عندنا الخرج ما لل IC أيضاً ما مضرر حتى نضمن مع عدم احتراق ال IC اللي راح نحطه محل ال IC الآخر فشين راح نسوي راح نروح إلى هذا ال scope حالياً ونقوم برفع ال IC التالف لأن بكل حوال راح نرفع هو تالف أو محترق مثل ما مبين أمامكم بعدها راح نرفع الممانعات عن الخطوط ونشوف أو نتأكد من سلامة خطوط الخرج لهذا ال IC إذا سليمة راح نحطه IC جديد وراح إن شاء الله تكون المشكلة ما انتهي عندنا طبعاً المكان ضيق جداً ولكن أشتغل مكان ضيق أفضل ما أنتزع البورد كله وأرجع أركبه سامحوني على الكسر الموالتي تمام رفعنا ال IC التالف أخوان خلي ننظف محلة حتى نرفع القياسات يا شباب بعد ما رفعنا ال IC مثل ما شفتو خلينا نجي نرفع الممانعات عن خطوط الدخل والخرج لهذا ال IC مثل ما شفون الإشارة ما للبدء بدأ هنا فهي رجل رقم واحد رجل رقم واحد مع الدخل خط الدخل الأول عليها ثلاثة كيلو أوم إذن هذا الخط مؤول مسار سليم الخط الدخل مع الطرف الآخر صفر بوينت ثمانمية خمس سبعين كيلو أوم وعلى الخرج هنا تسعمية واربعة عشر صفر بوينت تسعة كيلو أوم وعلى هذا الخرج الآخر عدنا ستة كيلو أوم الدخل خطوط الدخل وخطوط الخرج سليمة المفروض عندنا هنا بهذا الطرف على هذا الرجل مثل ما شفون صفر أوم هذا خط جراوند على خطوط البقية بغض النظر عن ما هيتها همشي تكون ممشرته هذا open loop ما شورد هذا open loop تقريبا أيضا هذا الخط هو المسار على عشرة كيلو وهذا المسار الآخر أيضا على اثنين أو ثلاثة كيلو جاي الصاعد وهنا على هذا المسار الأخير عدنا 63 أوم كذا ما عدنا شورد على طول الدخل والنقوة الدخل والخرج راح نقدر نعوض الائسي الجديد محل التالف إن شاء الله ما عدنا أي مشكلة هاي الائسيات الجديدة هاي يقدر الائسي بهذا الشكل ناخذ كيس على سطحها نعمل لها فولدرين للائسي قبل ما نركبه محلة يوبهم المسار نعمل لها المسار المسار من صغر الائسي جاي يقدر لإفترك النقطة مع البطاق مواحد. هنا كما تشوفون باية تزاوية. ثماني. هلو. عسا نروح الى وضع الهاند. شك المؤقت ونجيب الكيس مرة اخرى. بعد ما حددنا. بسم الله. طيب نروح الى وضع الاسكوب مرة اخرى. الاسي راح يركب عندنا مجال الشكل. هل نخلق شوية. راح نجرب النتيجة ونشوف راح نتيجة ايجابية او لا. راح نجرب البورد اخوان عذرا. فليكم متابعين اخوان. جاء الرام محل اخوان. نجي نشوف. جهاز راح يشتروا. كان جهاز ميت بشكل كامل. نربطنا البورد. وربطنا كابل البي جي اي. سنحاول نشغل. الجهاز. هذه الدر تشغيل اعتقد. بسم الله. واشتغل الكيس الحمدلله وشكر. خلينشوف راح نحص الصورة ولا لا. وحصلنا صورة مثل ما اشوفون. صلح المادر بورد بنجاح. والحمدلله الجهاز شغال مثل ما اشوفون امامكم. وبس اخوان هذا كل شيء اللي عندي بفيديو اليوم. اتمنى يكون الفيديو. اعجابكم اذا اعجبكم الفيديو تبسونا من الاعجاب بالفيديو. اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم بكل جديد. قام ياكم سيب قدار اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.